اشتركوا في القناة حتى هذه الساعة كتلة اليمين حصلت على 58 مقعدا 36 منها للليكود بينما ارتفع حزب كحول لفان إلى 33 مقعدا على حساب شاس ولو نتابع هذا الموضوع رحب بضيفية في الأستوديو الأستاذ خالد خوري وهو ناشط اجتماعي والسياسي ومستشار أكاديمي وأيضا بالمحلل السياسي السيد إهاب جبارين أهلا بكم أهلا بك أهلا بكم طبعا نتائج الانتخابات مفاجأة أستاذ إهاب أنت سميتها أم المفاجآت ما هو تقييمك لهذا المرحل كثير من المفاجآت كانت في هذه الانتخابات بدون أبنى شك لكن يجب أن نتذكر معطى واحد أحد أهم المعطيات التي يجب أن نركز عليها أنه بالمعنى المجازي السياسي لا دين له فهون كان عندنا الكثير من ماذا فعلوا السياسيين أو ماذا جادوا خلال كل هذه المرحلة وتعصبوا أكثر وأكثر وأخذوا إلى الكثير من نقاط الاستقطاب خلال هذه المرحلة حتى رأينا نتائج الانتخابات التي نراها أو رأيناها هذه المرة يعني في كل أوجه هذه الفترة كان الخطاب موجه تحديدا حتى هذه اللحظة في الدعاية الانتخابية كان موجه إلى جماهير وكانوا يحاولون استقطاب الجماهير وإعادتهم إلى البيوت الإثنية الإديولوجية وإبعادهم حتى عن تكتلات أو إبعادهم عن أي تقارم بين فئات أخرى حتى بات لدينا هناك خطاب عنصري في نهاية هذه الانتخابات الذي أفرز عن هذه النتائج في نهاية المطاف هذا بالمجمل نتائج نوعا ما مفاجأة بيضع أدنى شك لدينا الكثير من المفاجآت لدينا الكثير أو ممكن نسمي هذه الانتخابات حبلة بالكثير أول مرة لدينا الكثير بمعطيات التي ممكن أن أفرزتها لأول مرة ويبدو مشوقا ما ينتظرنا ويبدو مشوقا ما ينتظرنا خلال الأيام القريبة أستاذ إهاب نعود لمتابعة هذا الموضوع أستاذ خالد لديك أيضا مفاجأة تريد أن تخبرنا عنها أنت بصفتك كنت مصوت دائم لحزب ميرتس هذه المرة قررت التغيير وصوتت للمشتركي لأول مرة لماذا وما هو تقييمك لنتائج الانتخابات في البداية أنتهز فرصة وجودي هنا وأتقدم بالتهنئة الكبيرة لكل أبناء شعبنا وجماهيرنا العربية في البلاد في الإنجاز الكبير اللي حصلت عليه القائم المشتركي وأنا بأعتقد أنه أمثالي اللي هالمرة بالفعل كان عندي تغير جذري في نظرة أخرى بالنسبة لوضعنا الاجتماعي الثقافي السياسي التربوي في البلاد نحن العرب في هذه البلاد كان أمامنا طريقين يا إما اليمين العنصري يا إنما التوجه اليساري الحقيقي الذي يدعو إلى العيش بكرامة الذي يدعو إلى العيش بمساواة الذي يدعو إلى السلام وكوني كنت مصوت ميرتس لسنوات طويلة كان عندي خيار كبير بين ميرتس أو حزب العمل وجيشر وبين المشتركي أنا شفت أنه ميرتس في هذه المرة تعدت خطوط الحمراء المرة الماضية ظلنا نتخطى هذه التخبطات وصوتنا لميرتس ولكن هذه المرة بما أن ميرتس اندمجت ضمن حزب العمل وجيشر وحتى ألغت كيانها تقريبا فأنا ما بقدر أنه أدعم القائمي وأبعدت المرشحين العرب أيضا إلى مواقع غير وقعية نعم ليس فقط العرب كمان اليهود يعني كان في إلي حديث ميرتس مع صديق لإلي من ميرتس النائب الصابق موسي براز اللي قال لي أنا بفهمك صديقي خالد على هذا التوجه وأنا حتى مش بس مزعلها منك أنا كتير مرتاح أنك أنت صوت للمشترك أستاذ خالد وسيد هاب ابقيا معي للتعمق أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي يوآف شتيرن أهلا فيك سيد يوآف هلا بيكي سيد يوآف إنجاز كبير للقائمة المشتركة كيف تقيم هذا الإنجاز وكيف سيتم ترجمته بالطريقة الأمثل نعم هناك إذن تستطع حتى بغير الإنجاز الكبير للقائمة المشتركة بالفعل السبب الأول يعود إلى عدال كنفسة أنفسهم هم استطاعوا استطاعوا بالسنة الأخيرة بأن يشاركوا بشكل فعال ومباشر باللعبة السياسية الإسرائيلية ويؤثروا على مجرى الأمور السياسية وأصواتهم وجودهم تأثيرهم ملموس ومفهوم لكل شركاء في الحلبة السياسية الإسرائيلية وأنا أعتقد شخصيا أنهم تمت شرعنت مشاركتهم باللعبة السياسية مع أن هناك من يقول أنهم لا إمكانية لإعتمادها لهم بأي تصويت مصيري وإلى آخرين السبب الثاني هو المواطنة الأربية التي بشكل غير مسبوك فاهمة أنه جزء لا يتجزى من اللعبة السياسية العامة في إسرائيل وأنه يستطيع أن يستعمل حقه بالتصويت لتأثير على مجرى الأمور في هذه الدولة يعني رأينا ارتفاع كبير في نسبة التصويت بالسمادية الإسرائيل ينجاز مهم جدا لكل من يهتم بالحياة المشتركة لليهود وأرد في هذه البلاد السبب الثالث يعود إلى المواطنين اليهود الكثيرون منهم خرجوا وصوتوا للقايمة المشتركة من إيمانهم بأنه آن الأوان لخلق مستقبل آخر في هذه البلاد مبني على المستوى والحياة المشتركة طبعا هذا كثير مهم سيد يؤاف حسب رأيك ما هي الأخطاء التي اقترفها حزب كحول لفان والتي منعته من الحصول على كتلة أكبر من التي حصل عليها الليهود نعم أكبر خطأ لكحول لفان كانت الكامبينن التي درغوها في هذه المرة المعركة الانتخابية أعتقد أنهم رابوا عن الصحة أن الليكود وبنمين نتنياهو سيطروا على كل الأمور وهم ستشلوا بترخ أرائهم بترخ أسكارهم بترخ برنامج سياسي والمواطن الإسرائيلي بشكل عام لم يفهم حتى الآن لماذا عليه أن يصوت لهم يعني هذا مش دقيق لأن الكثير صوتوا لإلهم بس كل هذا مبني على الأساس لا لبيبي وعندما كانت اللوبة آ لبيبي نعم لبيبي أو لا لبيبي بيبي استطاع أن يجند كل المؤيدين التي دائما أيدوه ودعموه وهم خرجوا هذه المرة من البيت وصوتوا لإلهم من عواطفهم ومن تضامنا معه هم حدثوا كمان أنهم يعني متهدين وطردين من قبل مؤسسات دولة وبدهمش إنه كمان ببيبي نتنياهو يدفع الثمن فبيبي نتنياهو عرف بالزبط كيف يستغل العواطفهم أحسيتهم وككل لبن فشل في ذلك يعني فشل ذري المشكلة كانت مش إنه مصوتي ميرت وحسب العمل يصوتوا لإلهم وإنما مصوتي اليمين وفي ذلك فشل وفشل كبير ولكن بنيبي نتنياهو نجح ولكن بنفس الوقت فشل لأنه ليس لديه لا 60 عدو كنسة ولا 61 عدو كنسة فبكرة يستطيعون أن يريرون قواعد اللوبة نعم هناك مشكلة بإقامة الاتلاف من نبرمن والعرب مع بعض بس هناك مكانية لخلق نوع من المشاكل اليوم بدأوا يتحدثون عن مشروع قانون يمنع من من يطهم في المحكمة أن يكون رئيس مدرع مثلا مثلا عظيم يمكن يعني ربما لا يؤسسوا اتلاف ولكن هذا القانون يساعدهم جدا سيد يؤاف على ضوء أقوالك يعني هل تعتقد أن مرحلة مسلسل الانتخابات قد انتهت أم أننا بصدد انتخابات رابعة أول شيء هذا ممكن انتخابات رابعة بكل تأكيد ممكنة للأسف الشديد الأمور لم تنتهي أعتقد أن كل شيء يعود مرة ثانية إلا شخصية من يمين تنياهو وهل هو سيدال سيبقى في رئاسة الكود ورئاسة هذه الكتلة أم ينجح تنجح الأرلبية في البرلمان اللي تحب به عندما تتم اللي تحب به كل شيء ينفتح من جديد أريد أن أقول أيضا أن شرد إسرائيلي أثبت ويثبت بشكل مستمر مرة تلو الأخرى أنه بشكل عام نتحدث عن جمهور يميني جمهور يؤيد اليمين والطروح اليميني بأغلبه وبغياب بين يمين التنياه والأمور كانت واضحة جدا أنه اليمين يسيطر في إسرائيل السحفي آفشتين شكرا لك كنت معنا في هذه المداخلة شكرا لكم شكرا ونعود إلى ضيفية السيد خالد خوري والأستاذ إحاب جبارين أستاذ إحاب يعني نعود إليك الليكود حاول تكتيكا مغيرا هذه المرة وحاول التوجه للعرب ويبدو أنه استنهض همامهم لذلك زاد التصويت للقائمة المشتركة بدون أدنى شك فماذا يعني ذلك؟ تعالوا نبدا من هنا الليكود فهمة في الانتخابات التي كانت على التوالي الانتخابات الأولى والثانية على التوالي كان يحرد بشكل مباشر حتى من الانتخابات 2015 كان يحرد بشكل مباشر على الجماهير العربية وفي كل مرة الليكود أو نتنياهو يذكر مصطلح العرب كان يزيد لديه صوت لدى نتنياهو وكذلك يزيد صوت آخر لدى الجماهير العربية بمعنى مشترك أكثر لكود أكثر هذه كانت نوعا ما المعادلة الآن هنا يجب أن نتذكر أمر جدا مهم نتنياهو فهم أمر واحد ورحيد أنه لا يريد أو بشكل أدق لا يريد أن تذهب الأصوات العربية إلى الأحزاب أو إلى أي حزب آخر غير المشترك وهو نجح في ذلك بشكل أو بآخر لنقولها به كذا نتنياهو بشكل أو بآخر رضى ألا يذهب أو بداية ألا يذهب إلى الجماهير العربية ألا تذهب إلى صندوق الإكتراء لذلك تكتيكيا هو حاول في الأسبوع الأخيرة أن يداعب الجماهير العربية ويتناغم معهم ويخاطبهم ويذهب إلى أكثر من مركز ظهر إلى بيوتين هذا ما فعله في الأسبوع الأخيرة ليحاول أن يهدئ من روعهم بشكل مباشر من ناحية أخرى هو أراد إذا كان العربي يريد أن يذهب إلى صندوق الإكتراء فإما أن يصوت للمشتركة أو للليكود طبعا الليكود هو يعرف نسبتها ويعرف حصيلاتهم من ذلك لكن هو أراد أن تذهب كل هذه الأصوات إلى المشتركة لأنه كان يعرف أن الصوت العربي بنهاية المضاف هو الذي يقرره هو الذي يؤثر وهذا ما رأيناه في هذه النتيجة هذا كتكتيكيا ما حاول نتنيهو أن يفعله في الأسبوع الأخيرة وفي الأون الأخيرة نعود إليك أستاذ إهاب سيد خالد يعني إنجاز جميل للمشترك وأنت بدأت بتهنئة جميلة للقائمة هل يصب هذا الإنجاز بصدد يعني اندماج العرب في البلاد أم سيؤدي هذا الإنجاز إلى نتيجة عكسية وعزلهم وأيضا إلى تصعيد الممارسات ضد المجتمع العربي نشوف إحنا من حد ما نتنيهو اعتلى الحكم من عشر سنوات كل مرة كل فترة يخنق وبديق على الجمعين العربية في البلاد إن كان في التعامل اليومي أو في عن طريق سن قوانين عنصرية مثل القانون القومية وغيرها القانون كامانيتس ولذلك نحن نشوف أنه يجب أن يكون هناك كتلة وقائمة التي هي بالفعل توقف سد منيع لهاي السياسة العنصرية اتجاه المواطنين العربية بدون شك أن القائمة المشتركة على مدار وجودها كقائمة مشتركة أو كأحزاب منفردة في الكنيسة عملت على هذا الأشي ولكن نحن نشوف أنه بالفعل بالستة شهر الأخيرة بالانتخابات الثانية والأخيرة والأخيرة كان إلي نظور كبير نشيط فعال في الشارع العربي كان موجود مكثف نعم مكثف كان إن وقفه مشرفة أمام هاي الهجم الشريسي التجار الموضيين العرب واستطاعوا أنه بالفعل يوقفوا هذا الأشي والأهم منه أنه كمان المجتمع اليهودي صار فيه عنده نظرة إيجابية أخرى للمواطن العربي يعني مظبوط أنه المشتركة فيها أحزاب وفي عنده فكر بيختلف أخر واحد عن الثاني ولكن في النهاية أنه حتى الناخب اليهودي أو المواطن اليهودي صار يشوف في المشتركة أنه بالفعل حيوي مش بس للجميع العربية كمان إنما للفكر المعتدل الموجود في داخل هاي الدول اليساري نعم أستاذ إيهاب شاهدناك تغيير ملخوز وارتفاع بنسب التصويت هل لحظت تغيير بأنماط التصويت لدى العرب ماذا كانت الدوافع للتغيير في سلوكيات العرب للتصويت هذه المرة نتذكر أمر جدا مهم في انتخابات أبريل الذي مضى حصلت القوائماتين العربيتين آنذاك إلى عشرة مقاعد الحفة الآن نحن نتحدث عن 15 مقاعد وربما 16 مقاعد خلال الساعات القريبة والأيام القريبة نحن نتحدث عن زيادة 50% كان هناك هبة جماهيرية 50% ذهبت إلى صندوق الإقتراع أكثر مما كان في أبريل وكذلك أكثر 7% حتى نتحدث أكثر مما كان في سبتمبر الأخير هناك هذه الترجمة يجب أن نفهم من أين أتت أتت لسبب واحد ووحيد هناك أربعة قوائم أو أربعة أحزاب متواجدة مسيسة في داخل القائمة المشترقة وهناك الفكرة التي توحدهم وهذا ما صوتت عليه الجماهير صوتت على الفكرة الاشتراك الاتلاف الفكرة الواحدة وهذا ما هبت إليه من ناحية أولى فكرة الوحدة بما معناه من ناحية ثانية كذلك الجماهير العربية أرادت التأثير هي شعرت ولأول مرة منذ عام 92-94 ولأول مرة منذ التسعينات الأحزاب العربية تكون لديها تأثير وثقل في تشكيل الحكومة إما أن تشكلوا إما أن تكون غائق نحن يجب أن نتذكر وصلنا إلى هذه المرحلة بسبب ثقل القائمة المشتركة الانتخابات الثالثة بسبب ثقل القائمة المشتركة لو كانت القائمة المشتركة أقل من ذلك كان لدينا تشكيل الحكومة بشكل مباشر وبشكل أسهل لأحد الكتلتين هي منع تشكيل الحكومة لذلك الجماهير العربية شعرت بأن لأول مرة لديها هناك الأعضاء الكنيسة هم لاعب أساس في تشكيل الحكومة لديهم ثقلهم وتأثيرهم وهذا ما أرادوه أرادوا التأثير المباشر كذلك على هذه الأمور ولا ننسى كذلك هناك الكثير من التصعيدات كما ذكرنا سابقا تصريحات نتنياه وصفقة القارن تحريد وقانون القومي هذه الأمور بدون أدنى شك أدت إلى هذه الهبة لكن الأمور المباشرة التي يجب أن نخذها بعين الاعتبار هذين الأمورين الذي منظرهم الشكل المباشر وإضافة لذلك بعد سماحك كمان الجميع العربي فهمت أن الشراكي أصبحت شراكي حقيقي يعني هذه النزاعات التي كانت موجودة في داخل الأحزاب التي تلفت للشراكي بالفعل اختفت تقريبا وهناك شراكي حقيقي واتفاق على أنه بالفعل لازم نكون كتلة وحدة وقدوة لشعبنا ولمصالح جميعنا العربية في البلاد أستاذ خالد طبعا بناء على تجربتك وتغيير نمط التصويت لديك هذه المرة هل حسب رأيك تغير التصويت أيضا لدى الطائفة المعروفية فقد شاهدنا بعض المعطيات تقول أن هناك في عصفيا كان 2000 صوت قد ذهبوا إلى المشتركي ما هي الأسباب أيضا هناك الطائفة المعروفية إخوانا من الطائفة المعروفية هم عرب في النهاية وثقافتهم عربية ولوغتهم عربية وأكلهم أكل عربي وعاداتهم وتقاليد عربية نحن شعب واحد نعم شعب واحد وحتى ولو أنه السياسي فرأت أو أبعدت نوعا ما ولكن في النهاية بيضل في عنا النخوي وبينشوف أنه فيه مصير مشترك يعني قانون القومي ما فرأ بين درزي وبين مسلم أو مسيحي أو الأخري قانون القومي أجته يدرب المواطنين العرب في البلاد وإن القسم من المواطنين العرب ولذلك أني حتى هبوا ضد هذا الإشياء ولا عربية لغتهم ولا نتنياهو ولا جانس ولا أي واحد يعمل ضد قانون القومي ولذلك رجوح إلى القاعد الأصلي إلى المنبع الذي هو المشترك والجميع العربية كان طبيعي وأنا أعتقد أنه يباركوا ويهنون على هذا الموقف بالفعل هناك الضرفة مهمة جدا كذلك لننسى أنه في انتخابات العشرين كان هناك حالة من التضخم بالنسبة لعدد النواب الدروز في داخل الكنيسة والذين كانوا بطبيعة الأمر مع الأحزاب اليهودية نتحدث عن خمسة أو ستة أعضاء كنيسة دروز في داخل خلال أربع سنوات يعني لو ننتصمه من ناحية إلكترالية نحن نتحدث عن كل عضو كنيسة تدهي أقل من عشر تلاف صوت حتى كان هذا وزنه الإلكترالي بعد كل تضخم هناك نوع من الانفجار لذلك الأحزاب الصيونية كذلك بالمقابل كانت قد تخلت عن تمثيل مباشر للصوت الدروزي وتخلت عنهم فكان هناك صفحة طيئة قدون القومية من جهة والصفحة الثانية كانت نتحدث عن رد فعل مباشر رد فعل مباشر لذلك كانت هذا كلها أمور التي أدت ولا ننسى كذلك الجيل الجديد كذلك هناك نوع من العودة إلى الجذور لذا جيل الجديد هناك نوع أيضا من الوعي السياسي الوعي السياسي بالإزدياد الناشط السياسي إيهاب جبارين المحلل السياسي إيهاب جبارين والمستشار الأكاديمي خالد خوري شكرا لكم كنت معنا في هذه المداخلة شكرا لكم نحن بانتظار هذه النتائج واناكاساتها شكرا لكم